أهلا بكم في مثل هذا اليوم من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف جرى الإنزال العسكري ببروفانس الفرنسية بمشاركة ثلاثمائة وخمسين ألف جنديين بينهم غاربة قاتلوا إلى جانب الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية ووفاء للعهد جرى اليوم بسان رفاييل إحياء الذكرى الثمانين بمشاركة عزيز أخنوش الذي يمثل جلالة الملك محمد السادس حيث حظي باستقبال إيمانيال ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية منا اليحيوي وسط حضور من أربعة وعشرين دولة من رؤساء وممثل دول أفريقيا مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى الثمانين لإنزال لاب بروفانس ببلدة سان رفاييل بالمدافن الوطنية بولارس التي تضم أربع ماء وأربع وستين من الجنود الذين قضوا في عملية إنزال لاب بروفانس سنة ألف وتسعمائة وأربع واربعين إبان الحرب العالمية الثانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبهذه المناسبة ألقى كلمة تكريم لأرواح الجنود وقدماء المحاربين بواسل الخامس عشر من غشت وعلى التضحية التي قدموها لتحرير فرنسا من الاحتلال الألماني بعدها وضع إيمانويل ماكرون إكلة الظهر على النصب التذكاري بالمقبرة لتبدأ بعد ذلك احتفال يتوشيح قدماء المحاربين وعددهم ثلاثة بينهم المحارب العربي جاوة بوسام شوقة الشرف بدرجة فارس قدماء المحاربين الأفارقة أغلبهم من شمال أفريقيا من المغرب وتونس وبهذا استقبل الرئيس الرفارنسي الإيمانويل ماكرون رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش لقاء أعرب فيه رئيس الإليزي عن امتنان بلده لتضحية التي قدمها الجنود المغاربة في إنزال لابروفونس وتحرير فرنسا